تمام طيب بالنسبة لقص الشعر فيه ناس تقول قص شعري كل ثلاث شهور عشان يتقل هل فعلا لما بقص الشعر بيتقل ولا ده بيديني احساس بانسيابية الشعر الشعر عملا بيتول في الشعر مثلا من اثنين سنتي حتى سنتي فاحنا كل خمسة وعشرين يوم مثلا من قص سنتي ونص بحيث الشعر ما بنقصه بيبدي كسافة وبيقاتيل طيب هنتكلم دلوقتي عن فراغات الشعر دي مشكلة كبيرة جدا وبنعاني منها في جميع المراحلة العمرية مثلا فيه يبقى مكان فرغ في الشعر اي حد بيروح لدكتور جلدية الدكتور بيكتب على كابسولات امبولات هل الكابسولات والامبولات دي بتطلع الشعر من المكان الفوضي ولا بتحافظ على ما تبقى في الشعر امتلا ما فيش حرر بتطلع الشعر كله بنحطه ومبدئيا بنستعمل حرارة طبيعية يعني انتي اول ما تروح للدكتور تقول ليش حرر بيقى اول حرارة في الانيميا اول حرارة يكتب عليك مكامل غزائي فاحنا بنعمل ايه بنشتغل حرارة طبيعية زي المقصرات زي مثلا الصفار البيد زي النامباري زي الصدفات اللي هي مثلا زي الجندفلي وخلول الحرارة دي مفيدة جدا للشعر فبنشتغل نعليك داخلي وبعد كنا نعليك فريق فلازمنا الكريمات اللي هي والزيوت الطبيعية الحرارة الطبيعية طيب يعني فعلا المكان الفوضي بنسبت المبوض يعني ما تحسش بعد كده اللي فيه اللي هو بيفضع اه حافظ انهو ما يقعش لكن ما فيش حرارة تطلع بنسبت الملك اللي هو بتقل بس هو ما فيش حرارة تطلع اه